حمزة، شاب مثقف وملتزم، تخرج من كلية التربية وتمنى العمل كمعلم ليفيد التلاميذ بما لديه من علم وقد قام بتقديم أوراقه لوزارة بلاده ووزارات الدول العربية وللمدارس الخاصة ولأنه يريد تحقيق ذاته، لم ينتظر خطاب التعيين وقبل بوظيفة كاشير في أحد المحلات الكبرى وبعد ثلاثة أشهر من العمل، كان يحمل حقيبة بها مبلغ كبير وكان مكلفا أن يسلمها للحسابات وأثناء ما كان يحاسب أحد العملاء، لم يجد الحقيبة فأسرع إلى الكاميرات والأمن، ولكن في لمح البصر كان اللص قد اختفى فحزن حزنا شديدا، خاصة بعدما طالبه صاحب العمل بتسديد المبلغ كاملا عاد حمزة إلى بيته حزينا، وعندما علم والده ما حدث له، هون عليه وقال له أين ثقتك بالله وحسن توكلك عليه؟ لو أنك تحسن الظن بالله، ما يئست من فرجه وما خفت من المستقبل ولو أنك كنت موقنا بحكمته، لما عاتبت على قضائه وقدره ثق في خالقك، وكن مطمئنا لعدالته وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له استغفر حمزة ربه وازداد ثقته في خالقه مدبر الأمر وظل عاما كاملا يعمل بدون مرتب في نفس عمله حتى سدد ما عليه من دين لصاحب العمل وفوجئ بعد ذلك بدولة خليجية تطلبه للعمل لديها كمعلم ففرح فرحا شديدا وبعد شهر واحد من عمله وأثناء عودته لمنزله وجد حقيبة في الطريق وبها مبلغ كبير جدا فوقف يفكر ماذا يفعل وعندما وسوس له الشيطان بأخذ المبلغ تذكر ما حدث له من عذاب عندما سرق لذلك أصر على إعادة الحقيبة لصاحبها حتى لا يعاني ما عاناه فكتب إعلانا بأنه وجد حقيبة وبيّن مواصفاتها وأين وجدها وبعد يوم جاء إليه صاحبها وذكر له المبلغ الموجود بها فأعطاها له وفوجئ بصاحب الحقيبة يعطيه مبلغا يعادل عشرة أضعاف المبلغ الذي فقده أثناء عمله بالمحل التجاري فسجد لله شكرا وقال في نفسه لو أن ما حدث لي أثناء عملي في المحل التجاري لم يحدث لكنت في نفس العمل حتى هذا اليوم فالحمد لله حمدا كثيرا ومنذ ذلك اليوم وحمزة يتصدق على الفقراء ويساعد كل محتاج حيث دعاهما للحج وحقق لهما أغلى أمانيهما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رجل آسيوي في الخمسين من عمره يعمل بجمع القمامة في إحدى دول الخليج وفي أحد الأيام وبعد الانتهاء من عمله وقف بملابس العمل أمام محل صائغ يتأمل متسما طاقما من الذهب فمر بجانبه مراهق وقام بتصويره ونشر الصورة على حسابه وعلق ساخرا من فقر وعمل الرجل قائلا هذا آخره ينظر إلى القمامة غضب المتابعون غضبا شديدا وردوا غيبة العامل ودافعوا عنه وكتبوا الفقر ليس عيبا وناشد صاحب محل الذهب الأصدقاء أن يدلوه على العامل وعندما التقى به أهداه الطاقم الذي تعلقت عيناه به راجيا منه أن يقبله ثم توالد بعد ذلك هدايا الكرام على العامل ما بين هدايا نقدية وعينية وعطور حتى أن إحدى القنوات استضافته لتتعرف عليه أكثر فقال لمقدمة البرنامج أنا رجل من الفلبين منذ شهر واحد أعلنت إسلامي بعدما قرأت وسمعت الكثير عن هذا الدين العظيم ومنذ ذلك اليوم وأنا أثق في قدرة الله على كل شيء وعندما وقفت أمام محل الصائغ ونظرت إلى طاقم الذهب تعلق قلبي بالله وتذكرت ابنتي التي سيحل يوم زفافها بعد ثلاثة أشهر وابتسمت وقلت هامسا يا الله إن أعجزني شراؤه فهو لا يعجزك وإن كان كثيرا علي فهو ليس بكثير عليك وإن كان طلبي مستحيل فقد طلب سليمان عليه السلام منك المستحيل بقلب مطمئن بالإجابة عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وحققت لسليمان ما تمنى لذلك لا أستكثر عليك شيئا فأنا علي الدعاء وأثق في إجابتك وعندما سألته مقدمة البرنامج عن تفسيره لما نشره المراهق وردود الأفعال قال مبتسما في هذه القصة رسالة لكل إنسان تقول قد يأتي من يحاول أن يؤذيك وأنت لا تدري ليكون أداه سترا وكرما من الله فيعطيك ما تتمناه وأكثر ولو كان مستحيلا فقط أحسن ظنك بالله وتوكل عليه حق التوكل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء في الرياض شاب يبلغ من العمر 16 عاما يتمتع بأدب جم وأخلاق كريمة يبتسم دائما ويعامل الآخرين بحسن خلق وحلم كبير أغلب أوقاته في المسجد يصلي كل الفروض ويقرأ القرآن ولا تفوته صلاة الفجر أبدا وفي أحد الأيام كان في المسجد يتلو القرآن وينتظر إقامة صلاة الفجر وعندما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقف في الصف فإذا به يقع على الأرض مغمى عليه فحمله بعض المصلين إلى المستشفى يقول الدكتور الجبير الذي عاين حالته أتي إلينا بهذا الشاب محمولا كالجنازة فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردته ميتا نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت ويودع أنفاس الحياة سارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه ثم أوقفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته وذهبت أنا لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته فلما أقبلت إليه مسرعا فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف والطبيب قد ألسق أذنه بفم الشاب والشاب يهمس في أذن طبيب الإسعاف بكلمات فوقفت أنظر إليهما للحظات وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب وحاول جاهدا أن يلتفت لجانبه الأيمن ثم قال بلسان ثقيل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي ونحن نحاول إنقاذه ولكن قضاء الله كان أقوى ومات الشاب عندها انفجر طبيب الإسعاف باكي حتى لم يستطع الوقوف على قدميه فعجبنا وقلنا له ما لك تبكي ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتة لكن الطبيب استمر في بكائه فلما خف عنه البكاء سألناه ماذا كان يقول لك الفتى فقال لما رأاك يا دكتور تذهب وتأتي وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختص به فقال لي يا دكتور قل صاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه أنا ميت لا محالة والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن فبكيت وأنا أقول الله أكبر صدق الله الحق الذي قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون هذا هو الفرق بين خاتمة المطيع وخاتمة العاصي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم طالب جامعي نشأ في عائلة غنية وتعلم في أفضل المدارس والكل يثني عليه ولكنه كان لا يهتم بصلاته وأمور دينه ولا يحسن التوكل على الله كان هذا الشاب رئيس فريق السباحة في الجامعة وكان يستعد ليمثل بلده في الألعاب الأولمبية القادمة وكان له صديق على خلق ودين وملتزم ولا يتحرك خطوة إلا ويقول بسم الله توكلت على الله وكثيرا ما طلب من صديقه السباح الذهاب معه للمسجد للصلاة وقراءة القرآن لكن صديقه السباح كان يفضل الذهاب إلى مسبح الجامعة ليتدرب أكثر على السباحة وفي ليلة ذهب الشاب إلى مسبح الجامعة كالعادة لينضي بعض الوقت في التدريب على القفز وكان القمر في هذه الليلة ساطعا بنوره من خلال النوافذ الكبيرة للمسبح وكان السكون يخيم على المكان فشعر الشاب براحة كبيرة لعدم وجود أي شخص في المسبح ولم يهتم في إشعال الأنوار لأن ضوء القمر يتخلل المسبح من خلال النوافذ وفي لحظات صعد السلم الأعلى وتقدم إلى حافة منصة القفز ورفع يديه استعدادا للقفز ودون أن يشعر وجد نفسه يقول بسم الله توكلت على الله بعد أن قالها تعجب من نفسه لأن الجملة التي كان يصيه بها صديقه دائما خارجت دون إرادته ورغم ذلك شعر بفرح عجيب يملأ كيانه واستعد مرة أخرى على حافة المنصة للقفز وتذكر هذه المرة كلمات كان يكررها صديقه عند بداية كل أمر وهي ما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرددها كل صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقبل القفز بثوان إذا بالباب يفتح ومسؤول الصيانة يدخل ويشعل الأنوار في المسبح فنظر الشاب إلى أسفل وكانت المفاجأة الكبرى لقد وجد المسبح فارغا من الماء حيث أن المسؤول قد أفرغه لإصلاح شق في داخله ولم يقف بين الشاب والموت إلا لحظات قليلة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور نزل الشاب من المنصة ليسجد لربه وهو يبكي ليس على نجاته وإنما على الوقت الذي مر به ولم يذكر فيه اسم الله فقال في نفسه وهو يبكي لقد تبت إليك يا الله يا رحيم يا حفيظ كم من مرة يحف بنا الخطر والموت ولكن برحمتك تعطينا فرصة أخرى منتظرا منا أن ننتبه قبل فوات الأوان لقد انتبهت وأعاهدك على قول وعمل كل ما يرضيك وقرر منذ ذلك اليوم المحافظة على الصلاة في المسجد ومصاحبة الأخيار وملازمة القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ذكر الشيخ نبيل العوضي أن في زمن بعيد كان هناك ملكا من الملوك أراد أن يبني في مملكته مسجدا وأراد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد وقد حذر جميع الناس بعدم المساعدة المادية أو غيرها في بناء هذا المسجد ومرت الأيام وتم بناء هذا المسجد وأصبح أكبر المساجد في المملكة ووضع عليه اسم الملك وفي ليلة من الليالي رأى هذا الملك في منامه أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسم هذا الملك عن المسجد ويضع بدلا منه اسم امرأة فاستيقظ الملك من نومه مفزوعا وأرسل جنوده حتى ينظرون إلى المسجد ويتأكدون من أن اسمه ما زال عليه فذهب الجنود ورجعوا وأخبروه أن اسمه ليزال مكتوما عليه فأخبرهم بما رأى فقالوا له لا تقلق يا مولانا فهذه أضغاث أحلام وفي الليلة التالية نام الملك ورأى نفس الرؤية من جديد وفي الصباح استيقظ الملك مفزوعا أيضا وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا أن اسمه ما زال موجودا على المسجد فذهب الجنود ورجعوا ليخبروه أن اسمه لا يزال على المسجد اشتد غضب الملك وحيرته وعندما جاءت الليلة الثالثة نام الملك وتكررت معه نفس الرؤية من جديد فقام الملك من نومه وكان قد حفظ اسم المرأة الذي يكتبه الملك على المسجد فذهب إلى جنوده وأعطى لهم اسم المرأة وأمرهم أن يحضر له هذه المرأة فذهبوا يبحثون عنها فوجدوها عجوزا فقيرة فأحضروها إلى قصر الملك وقفت المرأة العجوز أمام الملك ترتعش من الخوف وهي لا تعرف لماذا يريدها ولماذا دعاها إلى قصره فقال لها الملك هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته؟ فقالت المرأة في خضوع لا يا مولاي فأنا امرأة عجوز فقيرة وقد سمعت تحذيرك ولا يمكنني أن أعصيك فقال الملك أسألك بالله أخبريني ماذا صنعت في بناء هذا المسجد؟ فقالت له والله ما فعلت أي شيء في بناء هذا المسجد إلا أنني مررت ذات يوم بالقرب من المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب والأدوات الخاصة ببناء المسجد مربوطا بحبل إلى وتة في الأرض وكان بالقرب منه قدر به ماء وكان الحيوان لا يستطيع الوصول إلى هذا القدر حتى يشرب بسبب الحبل المربوط به وقد بلغ منه العطش مبلغا فقربت له هذا القدر وسقيته فشرب حتى شبع والله هذا كل ما صنعت ولم أعمل غير ذلك نظر الملك للأرض في خجل وقد فهم ما حدث قائلا فعلت هذا لوجه الله فقبل منك الله عملك أما أنا ففعلت ليقال هذا مسجد الملك ويكتب عليه اسمي فلم يقبل الله مني انتهى الملك من حديثه وأمر جنوده أن يكتبوا اسم المرأة العجوز على المسجد بدلا منه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فتاة في العشرين من عمرها مريحة ونشيطة وذكية تقدم إليها شاب وخطبها ومنذ تلك اللحظة وهي تعاني من صداع مستمر وتهذي بكلمات غريبة حتى طار صواب أمها فأخذتها إلى الأطباء فلم يفلح في تشخيص مرضها فالتحاليل والإشاعات تؤكد عدم وجود شيء فذهب بها الوالدان إلى المعالجين من السحر والجان وتردد على العرافين والدجارين حتى وقعت في يد دجار شهير أخبرهما أن ابنتهما يعشقها مارد طوله عشرة أمتار ولن يسمح للفتاة بالزواج من أحد غيره وحذرهما بأنهما إن ذهب للمعالجين بالقرآن فسوف يفتك المارد بابنتهما ومرت أيام والفتاة فيما هي عليه من الهذيان والشكوى من الصداع حتى زارهم عم الفتاة ووجدها على ذلك الحال فأصر على علاجها بالقرآن وذكر للأهل قول الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم أخذها إلى شيخ من أصدقائه يعالج بالقرآن وبدأ الشيخ يقرأ عليها وفي منتصف القراءة بدأت الفتاة تصرخ وتنطق بصوت خلاف صوتها على أنه صوت الجني وتهتز قدماها وهي تقول سأخرج سأخرج نظر الشيخ إلى حركة قدم الفتاة فعلم بخبرته بأنها مفتعلة فطلب من عم الفتاة وأمها أن يتراجع قليلا إلى الوراء وهمس للفتاة قائلا هذا ليس صوت جني ولا هذه حركة خروج إنك تكذبين علي وإن لم تصالحيني فسوف أكشف أمرك إلى أهلك فقالت الفتاة وقد أخذها الرعب من كلام الشيخ سأقول الحقيقة شرط أن تعيدني بأن لا يعرف أهلي فقال لها إذن تخرجين الآن وتتصرين بي عن طريق الهاتف ثم أخبر أهلها أنها بحاجة إلى المراجعة مرة أو مرتين واتصلت الفتاة وأخبرت الشيخ بقصتها بأنها لا تحب الشاب الذي خطبها وأهلها مصرون على زواجها منه فافتعلت ذلك المرض وقد اكتسبت خبرة من طول ما ترددت على الدجارين واكتشفت كم هم كاذبون ولا يعلمون شيئا ولكن عندما سمعت القرآن منه صرخت لأنها تذكرت الله ولم تستطع الكذب عليه وعندما سألها عن سبب رفضها لخطيبها أخبرته بأنها تحب شابا آخر وهو يحبها فقال لها الشيخ مادم الأمر كذلك اتصري به وأخبريه أن هناك رجلا تقدم لخطبتك وعليه التقدم لأهلك ليخطبك ثم أبلغيني بما دار بينكما وفي اليوم التالي اتصلت الفتاة بالشيخ وأخبرت أن الشاب رفض أن يتقدم لخطبتها بحجة أنه لا يملك تكاليف الزواج حاليا فقال لها لو أن هذا الشاب يحبك فعلا لتقدم إلى أهلك ولما سمح لأحد أن يأخذك منه ومدام خطيبك على خلق فهو أولى بك وانسي تماما قصة ذلك الشاب ولا تذكريها لأحد وعدت الفتاة الشيخة بالعمل بنصيحته واستغفرت الله على ما بدر منها من كذب وتحايل على أهلها وأخبر الشيخ أهلها بأن ابنتهما شفيت تماما لتزف الفتاة بعد شهر إلى زوجها وعاشت حياة سعيدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم